عزيزي المشاهد بعرف انه قلبك طيب وقلبك حنيم وكان عندك انتظار وحب وشغف لحتى يجي الدحيحي فاجأك بحلقة جديدة بعد طول غياب استمر لسنة انت تحمست دخلت على القناة حضرت الفيديو عملت سبسكرايب عملت لايك عملت كومنت وخلص وضعك تمام وانت ارتحت نفسيتك طب ما سألتش حالك السؤال انه شو هاي اللي هيك الاشار هاي اللي هيك جاي عزهري واللي بعرفش ايش اللي محطوطة فوق افتح عليها بتفتح ايه بتلاقي اشي اسمه new media production يا لطيف شو هادا بتفتح هيك بتلاقيها تابعة لناس ديلي ناس ديلي اللي هو خم التطبيع ومنبع التطبيع اللي استهدف مؤثرين عرب وصناع محتوى عرب لحتى يدربهم بجانب الصيونيين دولة الاسرائيليين ويكونوا مع بعض اسر مع بعضيهم اسر وطية ويشتغلوا مع بعض وفاجأنا الدحيح للأسف او مش للأسف خلينا نعرف المعدن الحقيقي لكل حدا فاجأنا انه بيطلع على هيك منصة وبتم استغلاله واستغلال المشاهد العزيز اللي بعزه الدحيح لحتى يرفع عدد المشاهدات ويتم استغلال هذا المشاهد ليصير في متابعات على هذه المنصة منصة تطبيعية يستخدمها لاحتلال قوة ناعمة لاستقطاب هذا ولا صناع المحتوى ومتابعينهم فيا عزيزي المشاهد ما يكون قلبك حنيين ولا تسمح لا الدحيح ولا غيره ولا ناس ديلي انهم يستغلوك وتكون انت ضحية لهذول الناس احنا كان عنا ثقة بالدحيح ومحتوى وكل شيء يقدمه خذلنا احنا هلأ مش لازم نخذل حالنا ولازم نقاطعه ونقاطع محتوى فيا عزيزي المشاهد حتى لو وحشك الدحيح قاطعه